بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته ما هو حكم المضمضة بالنسبة إلى الصائم؟ هل يجوز يعني بالتالي للصائم أن يتمضمض في نهار شهر رمضان؟ أو في حال الصيام في أي صيام كان؟ هل يجوز له أن يتمضمض أو لا يجوز؟ الجواب أنه يجوز للصائم أن يتمضمض في حال الصيام لكن بشرط ألا يبتلع شيء مما اختلط بريقه من الماء الصائم لما يتمضمض أكيد راح هذا الماء يدخل في فضاء الفم بالتالي هذا الماء لا يجوز له أن يبتلعه إذا ابتلعه راح يصير إفطار متعمد إذا ابتلعه متعمدا فلا يجوز له أن يبتلع الماء الذي يختلط بريقه لذلك يستحب بعد المضمضة أن يبصق ثلاث مرات ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الماء في الفم إذن يجوز للصائم أن يتمضمض في حال الصيام سؤال آخر أنه هل يجوز المضمضة لأي غرض كان؟ مرة واحد يريد أن يتمضمض لأجل وضوء الفريض وضوء الفريض مستحب أن يتمضمض الإنسان قبل الوضوء مرة واحد يريد أن يتمضمض لأجل التبرير عن العطش مرة واحد يريد أن يتمضمض عبثا هكذا بدون أي غرض هل يجوز المضمضة لأي غرض كان؟ نعم الجواب أنه يجوز المضمضة لأي غرض كان لكن يكره للصائم المضمضة عبثا إذا كانت المضمضة عبثية هل سمرة يتمضمض لأنه لأجل الوضوء مستحب لا يكون مشكلة يتمضمض لأنه أكو رائحة يريد أن يوخرها عن فم لا يكون مشكلة لكن إذا كانت المضمضة عبثية فهذا مكروه بالنسبة إلى الصائم بقى السؤال الأخير أنه لو أراد أن يتمضمض الصائم وسبقه الماء إلى جوفه من غير قصد أو اختيار تمضمض وما كان قصد الماء دخل إلى جوفه ما هو حكم صيامه؟ هل سمرة ينسى ويبتلع الماء ما عدنا مشكلة إذا نسى وابتلع الماء ما عدنا أي مشكلة لكن لو سبقه الماء ودخل إلى جوفه من غير اختيار فما هو حكمه هل يبطل صومه أو لا يبطل عدنا صورتين الصورة الأولى إذا كان أو إذا كانت المضمضة لغرض التبريد عن عطش إجا الصائم إجا الصائم أريد يتمضمض لما سأل ليش تتمضمض قال أنه أريد أتبرد عن العطش عطشان وجوحار فأريد أتبرد عن العطش لذلك أتمضمض لما تمضمض سبقه الماء ودخل إلى جوفه هنا ما هو حكمه؟ إذا كانت المضمضة لغرض التبريد عن العطش فحكمه أنه يقضي هذا اليوم هذا اليوم فقط يعيد عليه القضاء دون الكفارة هذا إذا كانت المضمضة التبريد عن العطش أما إذا كانت المضمضة لغرض آخر عدا هذا القسم الأول عدا التبريد عن العطش لغرض آخر يعني مرة لأجل الوضوء يتمضمض لأجل الوضوء مرة يتمضمض لأجل رائحة موجودة في فهمهل أي غرض كان؟ عدا التبريد عن العطش وسبقه الماء ودخل إلى جوفه فلا شيء عليه في هذه الصورة لا قضاء ولا كفارة إذن صار عندنا تفصيل أنه إذا كانت المضمضة لغرض التبريد عن العطش وسبقه الماء من دون اختيار ودخل إلى جوفه فعليه القضاء فقط دون الكفارة أما إذا كانت المضمضة لغرض آخر عدا التبريد عن العطش وسبقه الماء ودخل إلى جوفه لا شيء عليه من هذه الناحية هذا رأيي السيد السستاني حفظه الله السيد الخوئي رضوان الله عليه يخرج فقط وضوء الفريضة يقول وضوء الفريضة إذا الإنسان تمضمض لأجل وضوء الفريضة وسبقه الماء لا قضاء عليه أما باقي موارد المضمض للتبريل عن العطيش لغرض إزالة الرائحة أي موارد كان فيجب فيها القضاء نعم في وضوء النافلة القضاء على الأحوط وجوبا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته